اشتركوا في القناة رح ينكذ فيها حتى تمام الساعة 11 و15 دقيقة ظهرا لينتقل بعدها لمنزلة ساعة بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية طبعا القمر موجود في برج الجدي تأثيره رح يكون على جميع الأبراج منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا زاوية تثليت إيجابية رح تكون بين القمر وأورانوس وهي رح تكون فيه تمام الساعة 12 و51 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو الاثنين على الثلاثاء منتصف الليلة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين أورانوس ورح تكون فيه تمام الساعة 22 و59 دقيقة عصرا هاي بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل للمسائل كما أنها يعني ممكن يتخلينا شوي هيك عصبي المزاج أو نرتكب بعض الأخطاء أو التهور كما أنها غير صالحة للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة أما بالنسبة للأمور الدولية بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في البلاد وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعومة للطرف اليمين أو للحزب اليمين ممكن تشهد هذه الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع يعني في بعض الدول المحتدمة تفجيرات أو زلازل كما بتشهد هاي الفترة قمع للحريات وخصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر ونبتن وهاي راح تكون في تمام الساعة تسعة وست عشر دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بالنسبة لخلو المسار القادم بما أنه القمر موجود بالجدي خلو المسار راح يكون يوم الأربعة ثلاثة عشر واحد بيبدأ في تمام الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة الرابعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء لا ينتقل برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال أو اختفاء القمر نهائيا ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وخمس وخمسين دقيقة صباحا بيصبح تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتكون خمسة في المية أما بالنسبة إلى مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم تسعة عشر واحد مزاجها سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الجدي حتى يوم ثلاثة عشر واحد مزاجها سعيد بنسبة خمس وخمسين في المية عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثين واحد منتحسة بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم واحد اثنين سعيدة بنسبة سبعين في المية المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحسة بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيدة بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي إن اشتدد الضغوط بل برر عملك وأظهر مهاراتك ممكن إنها تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت طباعك أو أفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة ابتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا هذا اليوم فترة مناسبة للسفر ولا ورشادة العمل ولا الأوراق والمعاملات القانونية برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة إلى الرعاية لا تتشبث بمواقفك المتصلبة بل حاول أنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن أنها تكون متوترة ركز بشكل جيد وما ترتجل بالأجواء شوي ممكن تكون ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة هدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بيبدأ العمل بتراكم لديكم مع هيك أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه لا تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة بكون أكثر انضباط أو تنظيم بالفترة هاي ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك نوع من أنواع العمل لجديد برج العذراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجأة سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ولكن ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطربا ومرهف الحس بعض الشيء وبتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة تجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء أعمال وإنشغالات منزلية برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة تتمتع بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة ومشاعرك ممكن تبررها وتبرر عن مواقفك ابتنشط بالتنقلات والاتصالات برج القوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما أهم إش إنك ما تتكبر الوضع الفلكي إجمالا اليوم بساعدك وبتعمل لصالحك وبتسهل حياتك لا تسمح لأحد بإنه يغشك ونحريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول إنك تجد جديد وإنك تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات من أسرع فترات الشهر ادخل التنوع إلى حياتك الشخصية الفترة هي بتحمل انفراج وتسوية برج الدلو بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها اخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الفترة هاي بسلام ممكن تواجه ضغوط وعرقيل وامتحانات صعبة كما أنك ممكن أنك تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر لا داعي للتسرع برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن أنك تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك يعني لشؤون أقارب الشريك للأشخاص اللي لهم علاقة بالزوج أو بالزوجة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء